قطوني يا يا حكومتنا الراشدة إياكم والمنافقون حلو كمن لا يرقبون في أنفسهم إلا ولا دم وقف وقف تعال 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 إياهم وشنو والمنافقون وإنت شنو إنت أكبر منافق منو اللي راح الإيران منو اللي يحظن ويبوس بالسفير الإيراني لك منو زين عوفك عوفك إنت مو عميل ولا نايم مبحث من السفير الإيراني ولا هاي اللي حيتك شبعانه من العرق الإيراني تمام؟ عوفك من هذا الموضوع وأنت منافق مو منافق لا أنت منافق تعال انطوني اللي ورا لا اللي وراها نرجع لها هاي نرجع لها أوكي شوفوا هذا المنافق شم سوي وشنو عليه أنا ما جيب لكم إلا دليل ووثيقة أنا لا أحتي بالغيبيات ولا أحتي بالمدرور الشرف والمدرور منه لا هم ذولة عدهم الشرف وعدهم الغيبيات واللي تذبون بها عالناس بس تعال يمي دا أشوفوا في العراقيين كلهم إنه أنا ما أحتي إلا بالدليل ووثيقة هنا أنا قاعد يدافع على ساعة كنبش رئيس ديوان الوقف السني اللي مات ليش يدافع علي برأيكم هذا هذا المنافق ليش يدافع علي انطوني الفيديو من السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى ومن السيد وزير العدل ومن السيد رئيس الوزراء كشف ملابسات أمر قتل رئيس ديوان الوقف السني السابق الذي اعتقلوه بتهمة ثم هربوه بلعبة ثم قتلوه بغفلة لماذا؟ لماذا هذا يقتل المسكين؟ لماذا؟ أوكي أوكي مسكين وإنت لتدافع عن مسكين زين خلوني أنا أشوف الناس وأكشف لهم حقيقة بالوثيقة والدليل أنه أنت منافق وحرامي تعال انطوني الصورة اللي كانت بالنص أوكي انطينيها كاملة خلي شوفوه العراقيين هذا من مجلس القضاء الأحلى محكمة تشكلت محكمة بداية الكارث سبعة خمسة ثلاثة عشرين من قضايا السيد نبراز صباح مهودر المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت محكمة الآتي المدعي مدير عام هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني إضافة لوظيفته ووكلاء الحقوقيين صعف حردان وبسوس خليل ولؤي محمد المدع عليه مهدي أحمد صالح السميدعي المحامون مالته دولة ادعى وكيل المدع عليه انه سبق وقام المدع عليه بغصب العقار المرقم ثمانية أربعمائية وسبعة وثلاثين بإمخاء المشيد عليه جامع أم الطبول وأن واقعة الغصب ثابتة بموجب قرار حكم مكتسب الدرجة القطعية الصادرة بالدعوة المرقمة كذا والقاضي بإلزام المدع عليه بمنع معارضته للمدعي وتسليم العقار خاليا من الشواغل إلا أن المدع عليه ما زال غاصبا للعقار هذا من هو السميدعي وممتنع عن تسليمه لذا طلب دعوة المدع عليه المرافع للمرافع والحكم بإلزامه بتأدية مبلغ خمسة وعشرين مليار دينار إلى المدع عن أجر المثل للمدة من واحد خمسة 2015 لغاية تاريخ إقامة هذه الدعوة مع مضاعفته أجر المثل استنادا لحكم المادة الثمعش من قانون إدارة الأوقاف وكذا لسنة 1969 مع احتفاظ الدائرة بحقها وبالمطالبة بأجر المثل عن الفترات السابقة واللاحقة والتحميل المدع عليه المصاريف والأتعاب أكمل لك يقول لك أن هاي الهؤسة كلها عن صورة قيل حذ المرقام الجنسه جامع ملك صرف باسم ديوان الوقف السني كما اطلعت على اضبارة الدعوة المرقمة كذا الصادرة فيها حكم الوقف السني كما اطلعت على اضبارة الدعوة كذا كيف تفهمتوا الموضوع؟ أنا أفهمكم منه كان يتستر طوني صورته؟ منه كان يتستر على مهدي الصميدعي ومنطيه جامع أم الطبول وبختصبه هو والشقق اللي وراه كل اللي يساكنين ببغداد يعرفون جامع أم الطبول انه بيه شقق يمكن 80 شقة أزيد ما أعرف المهم هذا العميل الإيراني تمام؟ مختصب جامع أم الطبول والشقق اللي وياه ما يقبل يطلع منه كان متستر عليه؟ كان متستر عليه المات رئيس الوقف السني ساعة كامبش وما راح ساعة كامبش الوقف السني رفع عليه الدعوة وقال له انت لازم تطلع من الجامع أم الطبول ومن الشقق اللي انت مختصبها والأرض اللي انت مختصبها بس أنا سئلك سؤال بعيدا عن موضوع الاختصاب اللي أنا هواي حتشيت به لأن انت مالك علاقة انتش تختصب حتى ما تنتصب مو تختصب فبعيدا عن أنه أنا أتجاوز عليك أوفد شيء بس لا تشذبون عن الناس باسم الله وانتم حرامية لا تشذبون عن الناس بخطبكم قال الله وقال الرسول وانتم تختصبون أراضي والأراضي هذه لا يجوز الصلاة بها فهمت؟ لو أفهمك لو ما تفتهم عراقي لو عربي ما تفتهم لو تفتهم بس إيراني خدايا تفتهم بس إيراني على خدايا تفتهم ليش ما تقلب خطبتك بالفارسي حتى الناس تصدقك على وجه تحكي عن المنافقين مو أنت أكبر منافق أطلع لك صورك وفيديواتك وانت مرتمي بحضان السفير الإيراني هاي إيراني اللي يطبوا بمخدرات انت مرتمي بحضانها فضيحتك عدي شي سيحوله لك عيني شوفوا لا لا استغفر الله العظيم شيابي عم عودين هاي الناس شون يصلي وراه ولا هو على قوة من يصلي بس تجمع خاطية جامع عم الطبول ومجبارين شي سووا يعني هو الوحيد اللي ما يقبل يطلع هذا فشي سووا